السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة في فيديو جديد معنا الوحش القاتل السامسونج جالكسي ازتة وخمسين النهاردة اقولك عن حيل واصرار رهيبة جدا ممكن تكون اول مرة تعرفها معاي في الفيديو دهات بس تتابع معاي الفيديو الاخر عشان هتستفد جدا من كل حاجة انا اقولها في الفيديو دهات بس قبل كل حاجة تستطيع تدعمني باللايك وكومنت بتاعك الحلو وبرده تستطيع تعملي اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصينا كل جديد ويلا بينا ندخل في الفيديو على طول واول سر معانا في الموبايل واللي هو مسلا لو هتفتح الكاميرا لاول مرة هتلاقي ديات على 12 ميجا بيكسل فاحنا نخليها على 50 بس المشكلة اللي هتواجهها من كل مرة هتقفل فيها الكاميرا وتفتحها من جديد هتلاقيها برضو رجعت ل12 ميجا بيكسل ولكن هقولك ازاي تصلح الموضوع دوت لما هتيجي هنا وهتيجي على الاعدادات وتنزل تحت كده خالص هتيجي على الضبط المراد ابقاؤه هتيجي على الصور بمستويات دقة عالية احتفظ بالدقة 50 ميجا بيكسل المطبقة بدلا من التبديل الى دقة الافتراضية عندما تكون باغلاق الكاميرا هتفعلها معايا كده بالشكل دوت عشان يخليها على 50 ميجا بيكسل فلما هنرجع كده بالشكل دوت وهنفعلها على 50 ميجا بيكسل وهنقفل الكاميرا وهنرجع نفتحها من جديد هنلاقيها السبتة على 50 ميجا بيكسل اما الميزة اللي معنا بعد كده وهي مثلا لما تكون مصور صورة مثلا انت وكم شخص وعندك مثلا الصورة في غلطة مثلا شخص حاسه متصور الصورة غلط فانت عاوز تزيلهم الصورة فهتتبع معايا الخطوات هتفتح معايا تطبيق الستوديو هتيجي مثلا وليكن على الصورة اللي انت عاوز تغير فيها شوات حاجات هتيجي على الخيار دوت كده بالشكل ده هتيجي على ممحات الكائن وليكن مثلا وليكن مثلا عاوز اشيل الكائن دوت كده بالشكل دوت هاجي وحدد عليه كده بالشكل ده بعد كده هعمل مح هيتمسح الشخص على طول برضو وليكن مثلا همسح كل دولت وهعمل مح هيبدأ انه يمسحهم هم التلاتة على طول وبعد كده لما هعمل حفظ حفظ هلاقي ان الاشخاص اللي انا كنت مصورهم مسحتهم وبقى الاشخاص اللي انا كنت عاوز وديت كت ميزة رهيبة جدا في الموبايل اللي مش في كل موبايلات سامسونج وهي لما تيجي على تطبيق الكاميرا وهتيجي على الخيار دوت وهتفعل معي الخيار دوت كده على طول هتبدأ بقى وليكن اول ما تصور نفسك اي صورة وليكن مثلا صورت نفسي مثلا الصورة دية وليكن بقى صورت الصورة دية لما هرفع كده بالشكل دوت وهاجي على اختيار افضل وجه هلاقي نفسي مغمط في الصورة وممكن اخلي نفسي مفتح كده بالشكل دوت وبرضو ممكن اختار الوجه اللي انا عاوزه في الصور دي ولما هعمل حفظ هتبقى الصورة بين اني انا مش مهمة خالص ومفتح على طوب طيب وتعالى اقولك برضو على السر الخطير برضو هيحفظ لك على البطارية بتاعت الموبايل واحنا في الاعدادات لما هننزل تحت على البطارية وهنتقل عليها كده بالشكل دو هتجي على حماية البطارية لو مش مفعالة معاك فانت هتفعلها معايا هتلاعم فعالة عندك على اساسية اولا اساسية جماعة بيقولك عندما يتمي شحن البطارية الى 100% سيتوقف الشحن حتى ينخفض مستوى الشحن البطارية الى 95% ثم سيبدأ الشحن مرة اخرى اما تكيفي فبيقولك كن بيقاف الشحن عنده 80% اثناء نومك وانتقل الى الاساسية قبل ان استيقظ مباشرة يتم تقرير وقت النوم وفقا لانماط استخدام هاتفك فلما هضغط عليها كده بالشكل دو وهعمل تشغيل بعد كده هعمل موافق هتشتغل معي وبرضو تكيفي يا جماعة بتحمي برضو من البطارية بتاعت الموبايل اما بالحد الاقصى فانت هتختار انك توقف الموبايل لـ 80% ولا 85% او 90% او 95% بس اقولك ان 80% بتحافظ على البطارية وبتضم البطارية معاك بشكل اكبر يعني مثلا لو الموبايل هيقعد معاك 5 سنين هيقعد معاك 10 سنين مرتاح وبرضو الموبايل هيحافظ على البطارية وهيخلي الشحن اول ما يتحاطف الشحن هيقف لحد 80% او الشحن اللي انت هتختاره من النمط ده اما السر اللي معنا بعد كده وهو لما هندخل على الاشعارات وهنيجي على اشعارات التطبيق برضو عشان بعارفين ان كل التطبيقات اللي بتبعت رسائل او بتستلم رسائل برضو بتستنزف من طاقة البطارية علشان كده كلهم هزود من التطبيقات مثلا اللي هتفعلها اللي بتتلقى رسائل او بترسل منها رسائل فدية هتستنزف من البطارية بشكل اكبر وعشان نصلح الغلط دوت فاحنا هنيجي على موظم التطبيقات اللي مثلا اللي مش عاوزها ترسل رسائل او تستلم منها رسائل زي العاب الفيديو او التطبيقات اللي انت مش بتستخدمها يعني مثلاً هنيجي مثلاً على كرون مش بيحتاجي انه يرسل رسائل فاحنا لغينه هنيجي مثلاً على تطبيق ساعة برضو مش بيحتاج يرسل رسائل فاحنا نلغيه برضو بالشكل ده اي تطبيق انت حاسس انه مش هيفيدك بالرسائل بتاعته فانت ليك الحرية انك تلغي كل التطبيقات انها تبعت لك رسائل او تفعل التطبيقات اللي انت عاوزها او تفعلها كلها برضو براحتك بس لو فعلتها كلها فهي بتستنزف من طاقة البطارية او عمر البطارية طيب تعالوا بنا نتكلم شوية في سرعة الموبايل والسلاسة بتاعتك طبعا انت اول ما تستخدم الموبايل فانت حسيت ان الموبايل سلس وسريع جدا وفي التطبيقات وفي الالعاب وحسنه سريع جدا ولكن فيه طرق في الموبايل تخلينا ان احنا نخلي الموبايل اسرع بكتير طيب عشان نفعل الحاجات ديت هنيجي على الضبط وهننزل لتحت خالص هتيجي على حول الهاتف بعد كده هتيجي على معلومات البرنامج بعد كده هتيجي على رقم الاصدار وهتعد تضغط اكتر من سبع خطوات بعد كده هتكتب رقم الموبايل بتاعك بعد كده هتعمل حسنا ولما هتخرج كده بالشكل دوت تنزل تحت هتلاقي خيارات المطور بدأت تظهر معاك طبعا عندنا قيمة دية اعدادات بتلعب بالموبايل يعني ممكن تخلي الموبايل حاجة تانية خالص بس احنا دلوقتي موضوعنا كله على سلاسة الحركة وسرعة الموبايل بس طبعا لو عاوزيننا عملكو فيديو عن معظم خيارات المطور فاكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هعملكو الفيديو على طول طبعا هلاقي حجم الرسوم المتحركة وحجم الرسوم المتحركة للنافذة وللنقل وطول الرسوم المتحركة عندنا التلات خيارات دولة يا جماعة اللي نقدر نسرع منهم الموبايل فمسلا هنيجي على حجم الرسوم المتحركة للنافذة وهنخليها نص اذا كنا عاوزين نسرعه برضو لو عاوز تبطعه شوية فانت هتخلي خمسة اتنين عشرة زي ما انت عاوز فاحنا هنسرعه من الموبايل هنخليه نص وهتيجي برضو على النقل وهتخليها نص وهتيجي برضو على الطول الرسوم المتحركة وهتخليها نص فلما هخرج كده بالشكل دوت احس ان الموبايل بدأ يبقى سريع جدا معايا هاجي مسلا على الاعدادات وهو دقلب وادخل الاعداد هيدخل بسرعة هخرج بسرعة كل حاجة بدأ يتبقى سريعة جدا في الموبايل طيب لما هتضغط في اي حتة في الشاشة هتيجي على الخلفية والنمط هتضغط على ايكونة شاشة الكاف هتظهر لك الصفحة دية بقى جماعة اللي هي مسؤولة عن كل حاجة في شاشة الكاف يعني مثلا الوقت والتاريخ هنا عندنا مثلا دية بتاعة الموسيقى او برضو ممكن تختار الادوات اللي انت عاوزها او التسكير برضو ممكن تختار هنا الكاميرا لو مش عاوزها ممكن تجيب اي حاجة مكانها برضو ممكن هنا الهاتف تختار اللي انت عاوزه تقدر تغير في الايكونات تقدر تغير في اي حاجة في شاشة الكاف طيب ونبدأ بقى اول حاجة مسلا واللي هو الوقت والتاريخ هتيجي مسلا على النمط هزهر لك ساعات لسه جديدة خالص جاي مع الموبايل وبرضو ممكن نكبر هنا حجم الساعة او نصغر على حسب ما انت بتحب تيجي على النمط بقى وتختار الساعة او تختار اللي انت عاوزه وليكن برضو اختار للساعة ديت فانا بس باعب اعرفك تغيرها ازاي طيب وعندنا برضو ميزة حلوة جدا واللي هو احنا شايفين التاريخ تحت هنا فاحنا ممكن نخليه فوق واللي هو لو فعلت الخيار دوت معايا هتخليه فوق وتخلي الساعة تحت وبرضو لو مش عاوز كده ممكن تلغي الخيار خالص هتيجي باعلى الخط واللون ممكن تغير خط الساعة او اللون تخلي اللون زي ما انت عاوز وليكن زي ما انا بختار كده وبرضو لو كنت مش عاوز تزهر معلومات التاكسي ديت ممكن تلغيها كده بالشكل دوت وبس لو عاوزها تسيبها براحتك وبعد ما اتخلص كل الاعدادات اللي انت عاوز تغيرها في الايكونة بتاع شاشة الكافل هتعمل تام ولما هتخرج خالص وهته في الموبايل ولما هتفتحها هتلاقي كل اللي انت غيرته في الشاشة ظهرت معا تعالي بقول لك على ميزة رهيبة جدا في الموبايل واللي هو جاية برضو الاول مرة مع الاس التا خمسين واللي هو مسلا لما اسحب المجلد لمكان فاضي واحطه هنا كده بالشكل دوت وهضغط عليه ضغطة متوالة وهعمل تكبير هيظهر المجلد كبير معايا كده بالشكل دوت والخاصية ديت يا جماعة بتخليك اللي هو اي تطبيق عاوز تفتحه التطبيقات ديت هتضغط مسلا على جوجل هيفتح على طول من غير ما تستغرق وقت اطول اللي هو زي المجلد دوت لسه تفتحه وهتضغط على التطبيق اللي انت عاوزه بدية بتستغل وقت اطول هيفتح معايا وبرضو لو كنت عاوز ترجعه زي الاول افضل ضغط عليه وهعمل بعدك استحب المجلد وهحطه مكانه ازا كنت عاوز تعمل كده وبرضو ازا كنت عاوز تكبر فالامر يرجع لك طيب الميزة برضو المعنى بعد كده وهو لما تضغط ضغط المطولة على الشاشة الرئيسية فتيجي على الضب تقدر بقى تختار تخصيص الشاشة الرئيسية فمسلا هتيجي على شبكة الشاشة الرئيسية هتختارها إذا كنت عاوز 4 في 6 أو 5 في 6 زهر لك أيقونة فاضية هنا ممكن تحط بدل الأربع أيقونات هتخليها 5 فالأمر برضو يرجع لك إذا كنت عاوز شاشة الموبايل أكبر أو تخليها صغيرة زي ما هي فإذا كنت عاوز تعمل أي حاجة هنا فأنت تختار اللي انت عاوز وبرضو لما تيجي على شبكة شاشة التطبيقات تقدر تخليها برضو 4 في 6 أو 5 في 6 اللي هو تقدر تسيب هنا 6 تطبيقات وبرضو تيجي على 5 في 6 تسيب 6 تطبيقات بس اللي انت هتختاره اللي هو 5 تطبيقات فوق بعض في الشاشة أو 6 تطبيقات أو 4 تطبيقات بعد ما انت هتختار اللي انت عاوزه هتعمل تم هتبقى دية الشاشة معاك بالشكل ده الميزة اللي معنا بعد كده في الضبط لما هتنزل تحت كده بالشكل ده وتيجي على العناية بالجهاز أنا هقول لك بس ميزة تخليك تحمي الموبايل وبرضو عشان يفضل معاك سنوات كتير جدا فركز معاك في الميزة دية بعد ما هنطول على العناية بالجهاز هنضغط على التحسين التلقائي طبعا الميزة دية لو في اي تحسين للموبايل او تحديث او اي حاجة فهو هيفعل نفسه بنفسه اللي هو عشان يحافظ للموبايل ويحافظ عليه على ادائه بمرور الوقت عشان نفعلها هنيجي على اعادة تشغيل تلقائيا وهتضمن ضغط عليها كده بالشكل دوت وهنا ضغط على اعادة تشغيل عند الحاجة يعني مثلا الموبايل مثلا لو هو عاوز فهو اول ما تسيب الموبايل مطفي او سايبه بالشكل دوت كده اول ما هيعوز يعمل تحديث او تحسين هيعمل اعادة تشغيل لوحد وطالما احنا جينا على العناية بالجهاز فانا تعالى اقول لك على برضو حاجة تسرع من تحسين الجهاز بدل اللي هو اعادة تشغيل هو يسرع التحديث بسرعة واللي هي التحسين الان لما تضغط عليه كده بالشكل دوت هيحسن الوصول الى الرام هيبدأ انه يحسن ذاكرة الوصول الى العشوائي للرام ومساعة التخزين والتطبيقات والمعالج كمان وبعد ما يخلص هنعمل تام هيقول لك الموبايل رائع يعني كده مفيش اي غلطة في الموبايل وبعد كده هنضغط على الذاكرة وهنضغط على مسح الان اكتر من 101 ميجا بيكسل بعد ما عملنا شوية الخيارات ديت هنلاحظ ان الموبايل بقى بيشتغل بشكل افضل حاجة بسيطة اما الميزة اللي معنا بعد كده وهي لما هننزل تحت شوية وهنجي على الميزات المتقدمة وهنجي على الزر الجانبي زي ما انت شايف ممكن نخصص الضغط مرتين بدل مثلا ما احنا عاوزينه للكاميرا ممكن نخليه مثلا نضغي الفلاش اللي هو مثلا لما اضغط ضغطتين على الزر الجانبي هيبدأ انه يشغل الفلاش معي ولما اضغط ضغطتين هيقفل الفلاش برضو معي على طول برضو ممكن اخصص الضغط المطول بدل مثلا ممكن اخليه المساعد الرقم الجوجل ممكن خليه مثلا بيكس باي او قائمة ايقاف تشغيل اللي هو مثلا لما ضغط ضغطة مطولة يجيب لي بقى ايقاف تشغيل او قاعدة تشغيل او برضو اعدادات الزر الجانبي اللي احنا كنا فيها دلوقت فهي برضو مثلا انت عاوز تشغالها على المساعد الرقم الجوجل فرق برضو الامر يرجع وبرضو ممكن تقول لي لو انا مفعلها على الضغط مطول انه هو يفتح لي المساعد لجوجل فازاي برضو هقفل الموبايل برضو عندك خيار اليد الواحدة لما هتشغله معايا كده بالشكل ده اللي هو مثلا لما هسحب سحبل تحت كده هتلاقيه فتح معاك وضع اليد الواحدة اللي هو مثلا ممكن اختار اليد دي فلو مثلا انت مسكه بيد واحدة ومكسن انك تجيب صباعك لحد هنا فانت هتفعله لحد ايدك كده وبرضو ممكن تختار الحجم بتاع الشاشة ممكن تسحبه لفوق كده او لتحت زي ما انت عاوز وبرضو ممكن لو هتمسكه باليد دي هتجيبه الناحية دي فالامر برضو يرجع لك طيب هتقول لي لو انا نفعل الازرار اللي تحت هفعلها ازاي تعال اقول لك لما هنسحب برضو الورا كده وانزل تحت على الادارة العامة وهاجي على شرية التنقل وهاجي يخليها على الازرار اما تيجي تسحب معايا سحبة تحت كده بالشكل ده هيبدأ انه يفتح معاك القايمة بتاعة وضع اليد الواحدة واخر ميزة معانا في الفيديو ده ازا كنت عاوز مسلا لما تسحب سحبة واحدة يفتح لك صفحة الاشعارات وصفحة لوحة الضبط السريع مع بعض بدأ لما انت هتسحب مثلا من الزاوية اليسار عشان تفتح كده ولو سحبت من الزاوية اليمنى عشان يفتح الاشعارات فاتت هتيجي معايا كده بالشكل ده وتسحب سحبة وتيجي على القلم اللي فوق كده بالشكل ده وتيجي على ضبط اللوحة وتعملها معا لما هخرج كده بالشكل ده هسحب سحبة هلاقي هنا لوحة الاشعارات واسحب كمان هلاي لوحة الضبط السريع بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبك بس لو عجبك الفيديو ما تستطيعش الاشتراك في القناة وطفعيل الجراز عشان يوصلك كل جديد ما تستطيعش تدعمني باللايك وكومينت بتاعك الحلو واشوفكم في فيديو جديد وسلام